يأخذ الوجود الإيراني في سوريا عدة أشكال بداية من إحداث توازن في السلطة مع جهات إقليمية ودولية لها مصالح هناك ومرورا بسعي طهران من خلال ميليشياتها الموجودة في سوريا ولبنان إلى توسيع نفوذها في المنطقة وصولا إلى البعد الاقتصادي المتمثل بإكمال إيران لمشروعها الاستراتيجي بتأمين ممر بري يخترق العراق وينتهي بميناء اللاذقية على البحر المتوسطة الانتشار الإيراني دفع الولايات المتحدة إلى التصريح بأن وجودها في سوريا يأتي ردا على وجود الميليشيات والقوات الإيرانية هناك حيث ظل النظام الإيراني بنكا مركزيا للإرهاب الدولي منذ عام 1979 بحسب تصريحات المستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون جون بولتون قال إنه على الرغم من أن الاقتصاد الإيراني عانى من سوء إدارة لفترة طويلة بسبب دعم طهران للإرهاب وإنفاق مئات المليارات على فصائل وميليشيات في المنطقة إلا أن طهران ما زالت مصرة على مواصلة سلوكها المزعزع للاستقرار وعلى الرغم مما كشفته صحيفة الاندبندند البريطانية عقب القمة الأمريكية الروسية في هلسينكي بشأن تولي موسكو العمل على سحب القوات الإيرانية من الحدود السورية مقابل الانسحاب الأمريكي من المنطقة إلا أن الرئيس الروسي أبلغ ترامب بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا وما بين القلق الأمريكي والتوافق الروسي يبدو أن أزمة الوجود الإيراني في سوريا هي القضية الشائكة على مسار حل الأزمة هناك في حين تبقي الولايات المتحدة على شرط سحب كل القوات الإيرانية من سوريا مقابل الاتفاق حول حل الصراع في سوريا